نتيجة تراجع شعبية نتنياهو. هل أصبح مستقبله السياسي مهدد؟ الآن دعونا نتكلم بشكل مفترض. نتنياهو أصبح من الماضي. الوقت الذي يقضيه قبل الحرب هو محاولات منه أنه يجد له مكانا فيما بعد الحرب. يدافع فيه عن شخصه ويتجنب مصيره. الجزء منه الغالب هيكون إلى السجن لأنه فيه عليه قضايا سابقة. لكن دعونا نتكلم بشكل مختلف شوية. تراجع شعبية نتنياهو بالدرجة الأولى ليس لها علاقة بقصف غزة. تراجع شعبية نتنياهو هي نتيجة لأن الجمهور الإسرائيلي بيحملوا مسؤولية الحالة التي وصلت إليها إسرائيل حتى يوم 7 أكتوبر. ودخل في يتو اللي نرجع شوية 11 شهر الورا. نتنياهو بعد مشكل حكومة اليمين المتطرف وجاب فيها إرهابيين اتنين مصنفين اللي هو سموتريتش وبينجافير. عشان يقدر يغير في القوانين الخاصة بإسرائيل بحيث أنه يتجنب مصيره في الحاكمات والسجن. وده سموه الانقلاب القضائي. وبدأ في الفعل بالكلام ده وحصل مظاهرات ضده في إسرائيل استمرت حوالي 9 شهور. في الوقت ده حصل انقسام في الشارع الإسرائيلي. وجزء من الانقسام ده أنه بدأ جنود الاحتياط عدم طلق قالوا نحن مش هنلتزم بالتدريب والاستدعاءات الاحتياط. وده جزء من السبب أنه حصل عندهم خلل في الجيش. واضطروا ينقلوا كتائب من غلاف غزة إلى الضفة. وده قال للمستوى الأمن وأسباب كتير بيحملوا فيها نتانياهو مسؤولية التظاهر اللي حصلت في إسرائيل. لكن من الواضح فيه تراجع كبير لشعبيته في مظاهرات في الشارع الإسرائيلي. طالب استقالتوا. وفي نفس الوقت شفنا حالة من الغضب ومنواشات حتى ما بين الشرطة والمتظاهرين في إسرائيل. هل تراجع شعبيته يعطي أفضلية نوعا ما لبين جنس؟ هو في كل استطلاعات الرأي أن الحزب بيني جنس يأخذ 40 مقعد. الكود الذي يرأسه نتانياهو يأخذ 18 مقعد. على المستوى الشخصي من الأفضل لرئاسة الوزراء. بيني جنس يأخذ 58 ونتانياهو يأخذ في حدود 28. فالأفضلية لبيني جنس حسب استطلاعات الرأي. ترجمة نانسي قنقر